دايرة التعليم ودايرة الوعظ والإرشاد دا كان سؤالي التاني فعلاً ما الذي يعني يجعل هذه الدايرة أوسع العوامل اللي بتدفع إلى الاتساع الحركة المنظمة لأنه في الآخر احنا أصاد ناس أصحاب عقيدة ولا يمكن الاستخفاف ولا الاستهتار بهذه الجماعات واعتبر أنها جماعات مأجورة أو جماعات عنيفة متطرفة دونما قعدة فكرية وعيمين عليهم طول الوقت بلاقي كتير من أسات ذاتنا يحاولوا يلجأوا إلى فكرة أصل دا شباب مأجور أصل دا أغروب المال أصل دا أغروب النساء دا كلام بيخفف من من حجم الظاهرة ومن خطورتها وكمان تشخيص خطأ لأن هؤلاء يعني يموتون في سبيل أفكارهم لا يمكن أن النتجة لهذه الحقيقة رجل بيلف على نفسه حسام ناسف وبيروح يفجر نفسه في خلق الله مدعيا وزاعما متصورا أنه دا في سبيل الله فما تقوليش ورايه على شان 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا مليون دولار دا رايه عشان عقدته دا بيموت فلما تيجي تحلل ما تحلل ليش بالمنطق النفعي الهش دا لا تحلل منطق أنه هناك أفكار تغلغلت في نفس هذا الشاب إلى حد أنه يقدم على هذا الفعل الإجرام طب هذا التغلغل لهذه الأفكار إيه العوامل كانت ممكن تقف ضد هذا التغلغل ضد هذا الاتساع أنا أقول لحضرتك هو الإسلام عمول لو نكلم عن الفكر الإسلامي يتسع لي مفاهيم والمدارس كثيرة عندنا المذاهب كلها المذاهب الإسلامية زي مذهب أبو خنيفة عندنا مذهب مالك عندنا مذهب الشفعي وعندنا مذهب إبن حبل مذهب إبن حبل طول عمره والمذهب المتشدد حتى تلاقي في ثقافتنا المصرية إليك تباش حبلي إليك تباش متشدد متزمد عندنا الأظهر الشريف دايما عنده أربع أئمة لكل مذهب وينتخب بينهم الإمام الأكبر إبن الشيخ الأظهر عمر المشيخ أظهر طالع من المذهب الحنبالي يمكن مرة على مدى 1500 سنة إذن هو المذهب المتشدد صاحب المنطق الأكثر غلوا لكنه محدود بجمهرية ضيقة وبتمانين أقل اللي بيحصل بقى في المجتمع بعد شوية لما بيظهر ابن تيمية ثم يظهر بعده محمد بن عبدالوهاب في السعودية المذهب الحنبالي يصبح بعقاء أكبر للتطرف والغلو بيش ترجمة نانسي قنقر